تعمل شركة سكاي درايف اليابانية الناشئة على اختبار نموذج لسيارة طائرة ستكون الأصغر من نوعها في العالم ويفشر القائمون على مشروع هذه المركبة وهم خبراء سابقون في شركة تويوتا إلى أن مركبتهم الفريدة التي يبلغ طولها مترا واحدا وستين سنتيمترا فقط صممت خصيصا لتعمل كسيارة وطائرة صغيرة في آن واحد ما يجعلها وسيلة للنقل مستقبلا تسهم في حل مشكلات الازدحام المروري وزودت المركبة الجديدة بأربع مراوح تمكنها من الإقلاع والهبوط بشكل عمودي والطيران في الهواء على ارتفاع عشرة أمتار بسرعة تصل إلى 100 كم في الساعة كما يمكنها السيرة على الأرض بسرعة 150 كم في الساعة